بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فحياكم الله وبياكم الحضور الأكارم والمشاهدين الأفاضل في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين للإعلان عن التقرير الدوري الذي يعده القسم عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة في العراق تقريرنا اليوم يتضمن ستة محاور أول متعلق بالانتخابات وتداعياتها واستمرار الخلاف بين المتصارعين على السلطة والمحاولات الدولية لاحتواء الخلاف بين المتصارعين والمحور الثاني يسلط الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في ديالة وتهجير سكان منطقة البكرية في بغداد والمحور الثالث خصص لقضية التصفيات الجسدية والاختيالات الجماعية في المعتقلات والسجون الحكومية والمحور الرابع عن اللاجئين العراقيين على حدود أوروبا وأوضاعهم المأساوية والتجاهل الحكومي عن مساعدتهم والمحور الخامس سيتناول القرارات الحكومية المجحفة بحق النازحين ومحاولات غلق مخيمات النزوح في الأنباري والعراق عموما والمحور الأخير عن تهنئة إسماعيل هنية للكاظمي تأتي هذه الندوة في توقيت مهم وسط أحداث وصراع محتدم في العراق وبين الشركاء في العملية السياسية إذ يشهد تناقضا بالمواقف وانحرافا في الأفكار والمبادئ من أصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الخاصة والنفعية ولتناول هذه المحاور يتفضل مقرر القسم السياسي الدكتور ثامر العلواني ليبين هذه المحاور وتفاصيلها المهمة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شكرا لأستاذ حامد الخزرجي على تقديمه وبيانه مضمون التقرير الدوري ومثل ما تفضل فالتقرير يتضمن ستة محاور رئيسة وفي كل محور تفاصيل مهمة عن الواقع المؤلم في العراق والتقرير ابتدأ بقضية الانتخابات وتداعياتها وقد سبق وأكدنا في الهيئة من خلال التصريحات والبيانات والتقارير السابقة أن إعلان النتائج لن تكون سهلة ولن تلتزم مفوضية الانتخابات بالمواعيد التي ألزمت بها نفسها وقد سبق وأنصرحت المفوضية بأن نتائج الانتخابات سوف تخرج خلال 24 ساعة ولكن لم تخرج النتائج النهائية إلا بعد 50 يوم تقريبا وبالمناسبة لولا التدخلات الأجنبية الإقليمية والدولية لم استطاعت مفوضية الانتخابات أن تخرج هذه النتائج بعد هذه المدة الطويلة لأن المتصارعين على السلطة من الأحزاب والميليشيات الخاسرة صرحت علانية وجهارا بأنها ستحرق العراق إذا لم تتغير نتائج الانتخابات أو تحصل تسوية لترضيتهم بطريقة ما وأقر بعض السياسيين بأن هذه الانتخابات وتداعياتها هي الأخطر منذ أحداث 2003 لأن السلاح أصبح هو اللغة التي يتحاور بها المتصارعون على السلطة فيما بينهم ومع أن النتائج تغيرت جزئيا لصالح بعض الأحزاب والميليشيات ولكن لم تكتفي هذه الجهات بما منح لها من مقاعد برلمانية مجانية فاستمرت بتهديداتها ومن أجل أن يحاولون أن ينزعوا هذا الخلاف طرحت مبادرات مضحكة لحل مشكلة الخاسرين بالانتخابات وكلها مبنية على منح مقاعد مجانية بعيدا عن نتائج الانتخابات ومخرجاتها وقد أطلق بعض المحللين السياسيين على هذه المبادرات بالتسول السياسي وفعلا لا يمكن أن نصف إلا ما ذكره بهذا المصطلح وصلت التقرير الذي أعده القسم السياسي أيضا على تدخل مجلس الأمن الدولي وتصريحه الرسمي الذي أشار إلى حتمية تمرير نتائج الانتخابات حتى قبل أن تصادق عليها المحاكم في العراق وحتى قبل أن تعلن النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات ولعل من أبرز التناقضات التي تثير السخرية هي لقاء السيدة بلاس خارت ممثلة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بزعماء ميليشيات مصنفين على قائمة الإرهاب الدولي وتطلب منهم القبول بنتائج الانتخابات وقبول هذه الميليشيات اللقاء بابلاس خارت مع أنهم اتهموها سابقا بأنها هي التي سعت في تزوير الانتخابات ولكن من خلال هذه المعطيات يظهر أن الكلمة الأخيرة في تسوية الخلاف بين المتصارعين على السلطة ونتائج الانتخابات تقررها الدول الخارجية وتحديدا أمريكا وإيران وليست الميليشيات والأحزاب الخاسر والفائزة ولا حتى مفوضية الانتخابات ولا حتى القضاء العراقي وهذا كله كان متوقعا لدى القوى المناهضة للعملية السياسية بل وحتى على الشعب العراقي الذي قاطع هذه الانتخابات بشكل كبير وواسع جدا ولكن هذا لا يعني أن الخلاف بين المتصارعين قد انتهى لا أبدا لأن هذه النتائج لم تظهر إلا بعد إطلاق الوعود على تقاسم الوزارات والمناصب السيادية كما هو متوقع من أجل ذلك وهذا باختصار يشير إلى عدم وجود قرار عراقي وإلى عدم وجود استقلال في العراق في السيادة العراقية ولا عدم وجود حتى قرار سيادي فيما يخص الإجراءات التفصيلية الجزئية داخل العراق وهذا يعني أن الجميع أصبح يدرك أن العملية السياسية والانتخابات هي بحد ذاتها أزمة في العراق وليست حلا كما يتوهم البعض وهذا يعني أن الانتخابات لا قيمة لها حتى عندما انفرضها ودعا إليها وهي عبارة عن مسرحية هزلية تخرج بإخراج بائس وساذج بمعنى أن العملية السياسية وصلت إلى طريق المسدود ولكن الهدف من استمرارها والإصرار على بقائها هو الحفاظ على مكاسب هذه الأحزاب وهذه الميليشيات والحفاظ على النفوذ الإيراني ومصالح أمريكا في العراق ولكن النتيجة الحتمية هي أن موقف الرافضين للعملية السياسية والمقاطعين لها هو الموقف الصحيح ورسالة الشعب العراقي كانت واضحة في هذا الإطار وتناول التقرير في محوره الثاني جرائم ضد الإنسانية في محافظة ديالة وتهجير سكان البكرية والجميع يعلم ما جرى من انتهاكات وجريمة تطهير طائفي في المقدادية مئات العائلات تم تهجيرها من مناطقها وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل الميليشيات والجريمة مر عليها أكثر من شهر ولكن إلى الآن مسلسل التهجير في ديالة مستمر ولم يتوقف بل امتدى إلى قرى أخرى مثل قرية كريم الداود والزورة في قضاء الخانقين وأيضا منطقة حاول عظيم ومنطقة الوقف في قضاء بعقوبة ومناطق أخرى أيضا في ديالة تم تهجير أهلها وهناك عائلات مهجرة وصلت إلى محافظة الأنبار في الفلوجة وفي منطقة العامرية وفي حديثة أيضا السؤال الأهم أين الحكومة ودورها في مواجهة التهجير القسري من قبل الميليشيات المشاهد التي رأها العالم معرضت أن قوات الأجهزة الأمنية ساعدت الميليشيات في تهجير قرى نهر الإمام وما جاورها ونقل المهجرون في سيارات الأجهزة الأمنية ولم يمنعوا الميليشيات من تهجير هؤلاء المواطنين أما التصدي للميليشيات وإلقاء القبض عليها فهذا لم نره ولم نسمع به لماذا لم يتم إرجاع المواطنين إلى منازلهم ومناطقهم وحمايتهم وتقديم الجنات إلى العدالة بل لماذا لم نرى تحقيق جدي يخرج من نتائج حقيقية خصوصا أن الحكومة تزعم أنها سيطرت على الأوضاع في إيديالة وأن الأمور تحت سيطرتها لماذا رأينا تحرك ميليشياوي بحرية وغياب القوات الحكومية في السيطرة على هذه المناطق هذا يعني أن مشروع التهجير الطائفي مستمر وأنه نهج حكومي مستمر حتى لو تغيرت الحكومات وتبدلت لأن الحكومات عضو فاعل ورئيس في مشروع التهجير الطائفي في العراق وما حصل في منطقة حي البكرية في الغزالية في بغداد عندما قررت الحكومة تهجير آلاف المواطنين من البكرية والاستيلاء على مساكنهم وتجريف الأراضي الزراعية واستخدام القوة لتهجير هؤلاء الناس بعد صدور قرار مجحف وظالم وباطل يقضي بالاستيلاء على المنطقة وترحيل أهلها بدوافع طائفية مقيتة دليل واضح على نهج الحكومة في التهجير الطائفي والحكومة طبعا تتجاهل وجود سندات قانونية وأوامر حكومية سابقة صادرة منذ عشرات السنين تعطي الحق الكامل لأهالي البكرية بامتلاك أراضيهم ولكن الحكومة منحت هذه الأراضي لجهاز مكافحة الإرهاب ومعلوم لدى العراقيين ما هي العناصر التي ينظم تحتها جهاز مكافحة الإرهاب والعجيب أن هذه القوات جهاز مكافحة الإرهاب سارع إلى تنفيذ القرار وتهجير الناس على الرغم من وجود قضايا نزاع ملكية في المحاكم ومع أن القرار لو ثبت فعلا لكانت هذه المهمة لا تقع على جهاز مكافحة الإرهاب وإنما تقع على عاتق البلدية ولا يحق لجهاز مكافحة الإرهاب التدخل وإرهاب الناس وحسم التهجير القسري بالقوة الشيء المخزي أن المجتمع الدولي طبعا يصمت على هذه الجرائم ولا يهتم إلا بالانتخابات وبالمقابل من يدعون تمثيل السنة أيضا صامتون عن استنكار هذه الجرائم وجريمة التطهير العرقي والطائفي والتهجير القسري أو الوقوف أمام هذه الجرائم وتناول أيضا المحور الثالث قضية التصفيات الجسدية الجماعية في المعتقلات الحكومية وهذا الأمر ربما انتشر بشكل واسع في الأيام القليلة هناك جريمة إبادة جماعية تحدث في سجن الناصرية المركزي وقيام القوات الحكومية المسؤولة عن إدارة السجن الناصرية المعروف بسجن الحوت بعمليات تصفية جسدية جماعية المعتقلين لأنه قد تم اغتيال 12 معتقلا ممن قرب إطلاق سراحهم وانتهام محكوميتهم وقد ثبت تعرض هؤلاء المعتقلين إلى تعذيب مميت أفضى إلى قتلهم وقد أجدت آثار التعذيب ظاهرة على أجساد الضحايا كسور وطعون بالجسد بآلات حدة وعمليات تسميم لبعض المعتقلين فضلا عن الإهمال الطبي وتركهم بدون معالجة أو توفير الأدوية اللازمة لهم وحقيقة جريمة تصفية المعتقلين هي جريمة مستمرة منذ سنوات وقد وثقت بعض المنظمات الحقوقية مقتل عشرات بل ومئات المعتقلين عن طريق الإهمال الطبي وعن طريق التعذيب الذي تمارسه القوات المسؤولة عن السجون في العراق وقد وصلت معلومات مؤكدة بوجود أكثر من أربعين جثة في الطب العدلي في الناصرية لمعتقلين تم اغتيالهم من إدارة السجن الناصرية بدوافع طائفية والمعتقلون هم من أبناء مناطق بغداد من أبو غريب وما جاورها ومن صلاح الدين ومن الأنبار ومن نينوى وديالة وبابل وسبب تسليم 12 جثة في وقت واحد هو بسبب عدم وجود أماكن لحفظ الجثة في مستشفى أو الطب العدلي في الناصرية وعلى الرغم من ذلك فإن إدارة الطب العدلي ترفض إعطاء أي وثيقة تبين أسباب وفاة المعتقلين الحقيقية وهذا يشير إلى وجود تفاهم بين إدارة السجن وبين إدارة الطب العدلي للتغطية على الجريمة وتناول المحور الرابع اللاجئون العراقيون على حدود أوروبا وأوضاعهم المأساوية فلا يخفى على أحد ما جرى خلال الأسابيع الماضية من تطورات في قضية المهاجرين العالقين على الحدود البلاروسية والبولندية وفيهم آلاف العراقيين ممن هربوا من الأوضاع المأساوية في العراق لطلب اللجوء في الدول الأوروبية على الرغم من المخاطر المهلكة التي واجهونها وقد توفي عدد منهم من شدة البرد ومن الجوع فضلا عن الاتهاكات التي تعرضوا لها إلا أن الحكومة كعادتها أهملت هذه المشكلة ولم تتخذ الإجراءات الحقيقية والمناسبة للتصدي لهذه المشكلة وحلها في الوقت المناسب ولم توفر المتطلبات الضرورية اللازمة للمهاجرين ولولا الضغط الدولي لما كلفت الحكومة نفسها وأعادت بعض المهاجرين من على الحدود وقد تم إعادة أكثر من 1800 مهاجر عراقي من الحدود البلاروسية والحقيقة أن هذا الكم الكبير من المهاجرين العراقيين يؤشر إلى أن الوضع خطير والأوضاع المأساوية في العراق تتفاقم وهو يستلزم الانتباه إليه من قبل النظام العالمي الدولي الذي ما يزال مصرا على الاستمرار بدعم النظام السياسي القائم في العراق المتسبب الأساسي في هجرة العراقيين وتناول المحور الخامس غلق مخيمات النزوح في الأنبار وهذا المحور له صلة بالمحور الذي سبقه لأن الحكومة ولأغراض سياسية ومصالح شخصية تريد غلق مخيمات النزوح في العراق وقد أعلنت بهذا الإطار وزيرة الهجرة والمهاجرين في الحكومة الحالية قبل أيام عن إغلاق جميع مخيمات النازحين في محافظة الأنبار وصرحت أيضا بأن الوزارة عازمة على إنهاء ملف المخيمات والنازحين وعلى الرغم من أن مكتب الوزارة نفسه صرح في محافظة صلاح الدين وأقرة بوجود أكثر من 1700 عائلة في المحافظة تعيش في هياكل المدارس والمجمعات السكنية غير مكتملة البناء وعلى الرغم أيضا من تأكيد المنظمة الدولية للهجرة بوجود نحو مليون ومئتين ألف شخص عراقي في حالة نزوح شبه دائم في العراق وأيضا من وجود 103 ألف عائلة نازحة تعيش في 477 موقع غير رسمي خارج المخيمات وهذه المواقع كلها تفتقد للخدمات الأساسية والضرورية للعيش والجميع يعلم أن من أسباب عدم عودة النازحين إلى ديارهم هي عدم إعمار مدنهم المدمرة وعدم توفير الخدمات الأساسية الضرورية في مناطق النازحين وانعدام وجود البنى التحتية وأيضا انعدام فرص كسب العيش وسيطرة الميليشيات على أغلب المناطق كما صرحت بذلك مفوضية حقوق الإنسان في الحكومية وأيضا المنظمة الدولية للهجرة بل هناك قناعة راسخة أن الحكومة لا تريد حل ملف مشكلة النازحين والمهجرين ولا تريد أيضا في الوقت نفسه تقديم مساعدات إليهم وذلك إمعانا وإيغالا منها بمعاناة النازحين ولذلك صرحت الوزارة قبل أيام بأنه لم يعد بمقدورها دعم مخيمات النازحين وتأمين احتياجات القاطنين في مخيمات النزوح وتناول أيضا التقرير المحور السادس والأخير تناول تهنئة السيد إسماعيل هنية للكاظمي وللأسف نقولها مرة أخرى يخطو السيد إسماعيل هنية مسؤول المكتب السياسي في حركة حماس خطوة غير مناسبة بتهنئة مصطفى الكاظمي على سلامته بعد حادثة قصف منزله ونؤكد على أن هذه الخطوة مؤسفة من قبل السيد إسماعيل هنية لأنها تخالف ما نعرفه من منهجية حركة حماس وما تلتزم به من مثل التحرر والاستقلال وقيم الدفاع عن الأرض ومحاذير عدم إضفاء أي نوع من أنواع الشرعية على حالات الاحتلال والظلم وانتهاك حقوق الإنسان المسلم أو التطبيع معها خصوصا أن مصطفى الكاظمي متحالف مع الميليشيات التي هجرت مئات العائلات من محافظة ديالة وحرقت بيوتهم واغتصبت ممتلكاتهم مثل ما يفعل الكيان الصهيوني بأملاك إخواننا الفلسطينيين ولكن نأسف أيضا أننا نجد تهنئة للظالم وصمت عن عمليات التهجير القسرية الأخيرة والخطيرة في المقدادية والبكرية التي تمت في ظل سلطة وحكومة الكاظم ولذلك نقول إن هذا يعطي انطباعا بعدم تقدير خطورة التواصل مع حكومة الاحتلال في بغداد وكيف أن هذا التواصل يوفر دعما مجانيا للنظام السياسي القائم في العراق الذي هو أحد مخرجات الاحتلالين الأمريكي والإيراني وبهذا ينتهي ملخص التقرير الدوري للقسم السياسي وقد ذكرت فيه أهم النقاط التي وردت في التقرير وفي ختام هذا التقرير لا يسعني إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم ومشاركتكم لنا في هذه الندوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للدكتور ثامر العلواني على هذا العرض الوافي والشامل الذي سلط فيه الضوء على أمور مهمة يحتاجها كل من يبحث عن حقيقة ما يجري في العراق وعلى الساحة السياسية فيه ولعل أبرز ما نلتقطه من التقرير هو سؤال العراقيين ماذا تنفع الانتخابات وما الجدوى منها إذا كانت النتائج تحسن بالقوة بقوانين أتباع المحتل وهي قوانين طائفية وفرضت على الشعب العراقي ولا جدوى من صناديق الاقتراع والانتخابات كما يحصل على أرض الواقع في ختام الندوة لا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم وحسن استماعكم وإلى لقاءات أخرى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته